أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا وأعتقد أنه بيلبي احتياج الكثيرين جدا منكم هنتكلم النهاردة على القرحة، قرحة المعدة وأكيد هنمشي لقرحة أخرى في الاثنى عشر لكن خلينا بس نقول أن قرحة المعدة شيء مشهور جدا والحياة صرفاتنا مرتبطة بقرحة المعدة بشكل كبير جدا كل الناس في حالة توتر أو كثير من الناس في حالة توتر والتوتر ده معضي والتوتر من العوامل المهمة جدا في إحداث قرحة المعدة لحد كبير هنفهم النهاردة أخذ المسكنات عمال على بطال الناس اللي بتضرب مسكنات بجنون كل ما حاجة توجههم بسيطة ياخدوا مسكنات البنات بالذات الأدوية اللي بدون إشراف طبي اللي بتضمر المعدة أنه يجي ألم في المعدة فمفكرش يروح لدكتور لا أنا أتعامل بقى مع نفسي ألام المعدة أو قرحة المعدة من الحاجات اللي كتير من المتخصصين فيها وهسأل ضيف العزيز اليوم بيجي المريض في حالة يعني بقاله قرحة سنين بقاله بيشتكي فترات طويلة من الأمراض ومن الحالات اللي الناس بتسكت عليها بخلاف حالات تانية في حالات تانية أول ما تيجي لحد يجري يروح للدكتور لكن ده من الحاجات اللي الناس يسكت عليها السنين وده بيخلي الموضوع برضو مستغرب جدا في التلوث الغذائي الموجود في ميكروب مشهور جدا اسمه هلكوباكتر بيلوري أو ميكروب المعدة الحلزوني هنعرف النهاردة علاقته ايه بي بي قرحة المعدة لأنه التلوث الغذائي كلها كل الناس بتاكن في الشارع والتلوث الغذائي زاد بسبب عدم الضمير لأنه التلوث الغذائي بين قصين عدم ضمير عدم ضمير بشري في التعامل مع الأخذية حاجات تانية يعني وفي ناس كتير من المشير قرحة المعدة طبعا القحول لدوروا مع قرحة المعدة هنفهم الأسبرين حاجات كتيرة قوي هتيجي النهاردة في الحوار لكن في ناس كتيرة قوي قرحة المعدة بالنسبة لهم غيرت حياتهم من ضمنهم عمر الشريف الله أرحمه الفنان العلامي الجميل ده الرجل الجميل قوي عمر الشريف كان عنده قرحة معدى ولعب الدور خطير جدا في تغيير طبيعة حياته وبرضه هل هناك علاقة بين قرحة المعدة وبين الألزهايمر لأن عمر الشريف عانى من الألزهايمر فيه أواخر حياته من أمراض المعدة وجاز الهضمي والألزهايمر دزيز يعني يبقى فيه خلل ما فيه إجاز الهضمي أدى إلى الألزهايمر ده سؤال هيترح نفسه النهاردة بقوة تعالوا النهاردة طبعا التواطر والضغط النفسي والضغط العصبي والأمراض المزمنة وضغط العالي هل له علاقة بالكونجيشن أو بمشاكل المعدة سؤال مهم جدا من أسئلة الكتيرة المهمة اللي احنا قلناها هيترحه نفسه النهاردة على ضيف العزيز باسم المتميز للغاية وقيمة علمية كبيرة القديرة النهاردة معنا الأساس الدكتور يوسف بوترس إسحاق مدرس أمراض البطنة بكلية طب جامعة أسيو بني سويف وعضو الجامعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي استشاري مناظير الجهاز الهضمي بكلية طب بني سويف نورت يا دكتور وسعيد جدا بهذه الزيارة الجميلة أنا لا سعد بحالتك دكتور أيمن وسعيد جدا مع السادة مشاهدين أنا عايز الأول نشرح للناس ما هي قرحة المعدة عشان نقدر نشرح قرحة المعدة لازم نبعرفين الصفة التشريحية للمعدة الطبيعية المعدة الطبيعية الجدار بتاعها بيتكوم من عضلات ملساء فيه طبقة طولية وطبقة دائرية وطبقة مائلة والبطنة الداخلية للمعدة فيها التلفيف اللي هي الروجيه الطبقة دي مبطنة بطبقة سميكة من المخاط وزيفة المخاط دا حماية جدار المعدة من الحمض الهايدوكلوريك أسد اللي هو الحمض اللي بيفرس في المعدة عشان بداية عملية الهضب الطبقة المخاطية دي لو حصل خلل في أي مكان فيها بيبدأ الحمض دا يهاجم جدار المعدة ويأثر عليه في المنطقة دي ويبدأ قرحة المعدة سواء كان بدأ الخلل دا في الطبقة المبطنة للمعدة أو في الأسنى عشر أو أحيانا للمريء وده بيؤدي لقرحة المعدة دا معنى كلمة قرحة المعدة بالزبط كده أوكي يبقى إذن معنى أنه البطانة فيها مشكلة بطانة المعدة فيها مشكلة بالزبط كده إيه لأسباب والعوامل؟ طبعا أسباب والعوامل كتيرة أهمهم نبدأ به زي ما حالتك ذكرت الأكل الأكل الغير صحي في صورة الأكل السامن كتير أو زيت المقليات أو الحاجات الحريفة الشطة التوابل البهارات الفلفل الكافيين كميات كبيرة الشاي القهوة النسكافية التدخين التبغ طبعا فيه أدوية كتيرة المسكنات زي ما حالتك ذكرت دي بتأثر على مادة في الطبقة المخاطية اسمها أراكيدونيك أسد دا حمض مسؤول عن تكوين المخضة لما المسكنات بتتاخد بكيميات كبيرة بتأثر على تكوين المادة دي وبتأثر على تكوين الطبقة المخاطية فتبدأ القرحة المعدة طبعا جرسومة المعدة كتير باكتر بايلوري برضو من الحاجات الأساسية اللي بتؤثر وتؤدي لحدوث قرحة المعدة هو مكروب بيعيش في جدار المعدة وده لو ما تعليقش بيعمل القرحة بيتسبب في القرحة وفي طرق كتير لتشخيص وهنا نتكلم عنها برضو في تشخيص القرحة المعدة الناس كتير دلوقتي عندها هذا المكروب الحلزوني الناس كتير عندها المكروب الحلزوني ومش بس كده السترس الضغوط العصبية بتزود الحموضة داخل المعدة وبتؤدي برضو لحدوث قرحة المعدة الكحليات برضو بتزود احتمالية الإصابة بقرحة المعدة التدخين لأن التدخين بيزود الحموضة وبيقلل نسبة القلويات اللي بتفرس بالبنكرياس لمعدة الحموضة فبيخلي نسبة الحموضة جوى المعدة أعلى من المعدة للطبيع كل دي عوامل بتؤدي لحدوث قرحة المعدة يعني لو رجل أعمال قاعد في التوتر باستمرار وفي آخر الليل بيروح يقعد في مكان يصهر ويشرب سجير وحل وياكل طبعا في المكان ده يعني أكل غير صحي هو بيعرض نفسه أكيد لقرحة المعدة طبعا الأعراض على قول حتى المعدة متعددة ممكن يحصل عرض واحد أو مجموعة من الأعراض بتبدأ بالغسايا في الأول إحساس الميل لقئ أو قئ أو نقص في الوزن نقص طبعا مش متفصل يعني المريض ما يكونش بيعمل دايت يكون بيأكل أكلته العادية وبدأ وزنه يقل حرقان بعد الأكل في المعدة في منطقة المعدة ممكن يحصل نزيف أحيانا القرحة بتبدأ بنزيف في الأول لو حصل نزيف بصورة قئ دموي أو تغيير في لون البراز للون الأسود معناه أن فيه وجود دم مهدوم في البراز كل دي أعراض قرحة المعدة سواء أعراض واحد أو تحصل مجتمع ليه لعب بيخس هو عنده قرحة بيخس ليه امتصاص المريض للأكل ده بيتأثر طبعا بحدوث قرحة المعدة فبالتالي بيبقى فيه نوع من التكسير عنده في عناصر غزائية اللي هو الكاتابوليزم بيبدأ أنه وزنه يقل وده من العلامات الأساسية لحدوث قرحة المعدة فيه مضعفات لقرحة المعدة أه طبعا قرحة المعدة من أخطر مضعفات لحدوث النزيف زي ما بيقول لحدتك لو القرحة دي جت في وعاء دموي من الأوعية الدموية الرئيسية للمعدة ممكن يحسن نزيف في المريض أول مرة يجي المستشفى بقي دموي أو تحويل البراز لون الأسود أحيانا قرحة المعدة لما بتلتأم بتلتأم بتكوين نسيج ليفي النسيج الليفي ده بيؤدي لديء في المعدة لو الديء ده جيه في المنطقة اللي بين المعدة والإسنعاش بيؤدي حدوث انسداد في المعدة يبدأ يصل ترجيع وقيء مستمر ما بيقفش أحيانا قرحة المعدة بيحصل منها زي سقب في الغشاء البريطوني بتعمل الالتهاب بريطوني حد وده من طوارئ الجراحية المريض لازم يدخل فيها المستشفى ويتعمله استكشاف فوري أحيانا قرحة المعدة الحميدة بتتحول مع الوقت لقرحة خبيثة وده ممكن يحصل في أماكن معينة من المعدة إزاي نشخص ان الإنسان ده عنده قرحة معدة فعلا قرحة المعدة طبعا والهيستوري طبعا السؤال ده فعلا كلنا محتاجين نعرفه مش كل مريض يجي يشتكي بقرحة المعدة أقول له أنا محتاج أعمل منذار للمريء والمعدة واليسنعاش عشان أشخص بيه قرحة المعدة والمنذار طبعا هو الوسيلة الأساسية للتشخيص بس مش كل مريض بيحتاج المنذار إيه نوعية المريض اللي بيحتاج المنذار المريض اللي بيحتاج المنذار بيبقى عنده صعوبة في البلع فأنا ببدأ أشك إن فيه مشكلة في المريء أو في المعدة عنده بيطلب له المنذار أو عنده نزيف زي ما ذكرت في سور القئة دمم أو تحويل البراز للون الأسود أو المريض بيخس ونقص الوزن ده مش متفسر بحاجة ما فيش سبب بيفسره يعني عنده السكر بيخسسه عنده السكر بيخسسه عنده شغلة درقية نشطة بالضبط كده ما فيش سبب آخر يفسر موضوع نقص الوزن بتاعه أو المريض عنده قيء مستمر ومتكرر غير مستجيب للعلاج أو لو فيه أنيميا أنيميا نقص الحديد ده من الأسباب الرئيسية اللي بتخليها نطلب للمريض إنه يعمل منظار على المريء والمعدة والـ 12 السبب التاني لو المريض سنه أكتر من 55 سنة وبدأ يظهر عليه عرض أو أكتر من الأعراض دي الأعراض دي حديثة ما كانش شاكي بيها قبل كده وما لهاش تفسير بيأكل أكل صحي ما عندهش جرسومة معدة ما بياخدش مسكنات غير مدخن وبدأ تظهر الأعراض دي عليه خصوصا لو ما استجابش للعلاج فترة من 4 إلى 6 أسابيع بنبدأ فيها نطلب له منظار على المعدة لكن في معدة كده لو الشكوى ما انطبقش عليها للشروط اللي احنا قلناها بنبدأ نحن نتعامل مع المريض بنبدأ علاج معدة لفترة تقريبا في حدود شهر 4 أسابيع وبنعمله اختبار جرسومة المعدة لو استجاب وتحسن خلاص لو ما تحسنش في الحالة دي بنلجأ برضو لمنظار المعدة اللي بيعتبر هو الجولد ستاندرد هو أحسن حاجة لتشخيص القرح المعدة السؤال اللي بيفرض نفسه بقى إزاي أعرف أن البنقدم لعنته جرسومة المعدة جرسومة المعدة لها طرق كتير للتشخيص فيه طرق حديثة وفيه طرق يعني أقدم شوية الطرق الأقدم كنا بنطلب أحيانا مزرعة مزرعة دم بنطلب نحن نعمل أحيانا اختبار تنفس اليوريس بريستست بنشوف لو البكتيريا موجودة جوه المعدة وبينتج عنها مادة بنقدر نحن نتعقبها بمواد مشاعة من خلال التنفس أحيانا بنعمل اختبار الأنتجنت في البراز اللي هو بندور على الأنتجنت أو المادة الفعالة لجرسومة المعدة في البراز وأحسن طريقة طبعا للتشخيص أعمل منظار مادة وأخذ عينة من الأماكن اللي فيها التهاب بتظهر معنا في المنظار طبعا دي أحدث وأدأ طريقة لتشخيص جرسومة المعدة مضادات جرسومة المعدة في الدم الهلكوباتر أنتي بادي الأنتي بادي الحقيقة هو كمن طرق القديمة جدا للتشخيص بس هو الأنتي بادي مش معبر عن إصابة حديثة بجرسومة المعدة ممكن يبقى حد أصيب بها من سنين وتفضل أنتج سامة مضادة موجودة فلا أنا أعتدى بيه خالص في التشخيص إزاي نفرق بين قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر دي قرحة ودي قرحة بالضبط كده دي قرحة ودي قرحة قرحة الاثنى عشر أحسن المريض بيبقى في أحسن أحواله لما بياكل لأنه في الحالة دي بيتخفف حدة الحمودة في المنطقة بتاعة الاثنى عشر فالمريض بيرتاح مع الأكل فبالآن هو مريض وزنه زيد وكل ما بيحس بالجوع بياكل قرحة المعدة العكس تماما بتاع المريض مجرد نزول حمض المعدة عليها بيكويها بيعمل قلم جامل جدا بيخاف من الأكل وبيرفض الأكل وده من الحاجات اللي بيستنى انه تقريبا عند قرحة في المعدة انت بقى وانت قاعد في عيادتك كده دخل عليك اتنين واحد رفاء واحد تخين بين جدا من فيهم قرحة مادة ومن منهم قرحة إسلاحة بالضبط كده ما ينفعش تتلخبط فيهم بالضبط كده وطبعا وصف الألم ده بيوصف الألم بطريقة وده بيوصف الألم بطريقة أخرى طبعا إزاي نعالج بقى لا قرحة المعدة بيبدأ أول حاجة من تغيير في نمط الحياة للمريض قبل أي أدوية بنقول أول حاجة ان انت ما تاكلش واجبة واحدة في اليوم الناس اللي ظروف شغلها بتحكم عليها انه ينزل الصبح ويرجع البيت الساعة 8 بالليل وأول واجبة يكلها لما يروح طبعا ده أكثر عرضة للاسبب القرحة لأنه بيأكل واجبة واحدة رئيسية وبتقعد المعدة بتاعته فاضية اليوم كله طبعا الحمض الـ HCL بيفرز على مدار لـ 24 ساعة وبيزيد طبعا يفرزه بعد الأكل فكل ما المريض عدد ساعات السيام يزيد بيحس بتعب أكتر عشان كده دايما نقول له بنأكل واجبات قليلة متقطعة متكررة ممكن يأكل أربع أو خمس مرات في اليوم بس يأكل نص بطن نقول له كل نص بطن ما تشبعش علشان إحساس الشبعة ده بيزود معانا الألم والتعب دي نقطة نقطة تانية طبعا الأكل الصحي المسلوق أو المشوي الحريفة الشطة والتواب البهرات الكافيين بنقل خالص ياريت يستحسن بلاش التدخين طبعا لا القليات لا المسكنات لا كل دا لازم نقول له عليه برضو نقول له نوا يحاول نوا يتعشى بدري العشان متأخر لو بيتعشى ويدخل ينام ده بيزود معا بيعمل عصر حضم وبيزود معا الحموضة بتاعته فدي حاجات أساسية لازم المريض يتبع قبل نبدأ في العلاقة العلاقة ورحة المالة طبعا في مجموعة من أدوية لها مسبطات إفراز الحموضة هي أدوية كتيرة جدا كل المريض بيتناسب مع حالته وحسب الطبيب المعالج بيحدد مدة العلاق بتاعته إيه وياخدها إزاي والجرعة وحسب بتختلف المريض التاني لكن طبعا النصائح كلها الغذائية واحدة للكل ما رأيك فيما ظهر في فترة من الأفاترات أعلانات تلفزيونية عن منتجات بتتعامل مع الحموضة بتعالج عرض الحموضة يظهر الأعلان كده يقولك أنت بتحس بحرقان هنا خد مش عارف إيه هو ده يزبط لك الدنيا أنا شايف أن الموضوع ده كالخطر والموضوع ده مش خطر بس وفي منطقة الخطورة لأن على قرحة المعدة أحيانا بتتشبه مع عرض الزبحة الصدرية أو جلطة القلب مثلا بيجي المريض خصوصا في الرجال في سن الأربعينات أو الخمسينات اللي هو يعني منتصف العمر بيجي يشتكي من حموضة وللأسف ممكن لو ما خدناش هستوري كويس الموضوع بيعدي أنه هو التهابات في المعدة وندي علاج معدة والموضوع يكون جلطة أو زبحة في القلب الجلطة بالشلان الأسفل في القلب inferior infarction أكتر حاجة بتلقبط مع قرحة المعدة عشان كده الموضوع بيتاخد بيجي الدية ولازم نعمل رسم قلب وأحيانا بنطلب أنزيمات قلب ورغية المطمن تماما أن الموضوع ده بعيد تماما عن القلب ويا مناس الحقيقة للأسف فقدت حياتها بسبب حاجة صغيرة زي كده في ناس كتيجي تشتكي من قلم هنا هو تقولك المعدة مش مريحاني وبتاعه يطلع في الآخر ده جلطة في شريان الأسفل من القلب بالضبط كده السؤال برضو اللي بيطرح نفسه علاقة قرحة المعدة ايه بالرقم واحد بالسرطان سرطان المعدة هل هناك علاقة بينهم حاجة تانية هل قرحة المعدة قابلة لأنها يحصلها برفوريشن بالنسبة للسؤال الأول قرحة المعدة والخطب السرطان طبعا في علاقة وثيقة سرطان المعدة فيها أسباب كتير منها طبعا التدخين وأكلات المعينة وأكلات المدخنة لكن قرحة المعدة سبب أساسي أنه أحيانا قرحة المعدة طبعا بتتحول من قرحة حميدة لقرحة خريصة فده أساسي طبعا فيه رابط بينه بالنسبة للسؤال التاني قرحة المعدة ممكن طبعا تخترق الغشاء البريطوني قرحة موجودة لو في الجدار الخلفي للمعدة ممكن تخترق البنكرياس ولو في الجدار الأمامي ممكن تخترق الغشاء البريطوني وبيجي المريض بالتهاب بريطوني حاد أكيوت بريطونايتس وده بيحتاج أن يدخل المستشفى وده حاجة من التواري الجرحية الخطيرة جدا بيحتاج أن يحصل استكشاف لقوف على سبب التهاب البريطوني اللي هو وارد جدا بسبب قرحة المعدة فميدي اللي عنده قرحة المعدة مزمنة وأحمر في علاجها عرضة طبعا للتهاب الجشاء البريطوني المريض اللي بيجيلت لمرض مشروع جدا بالجرد اللي هو ارتجاع المريء ارتجاع المريء ده كيف يعني ما هو أعرضه شبه قرحة المعدة إلى حد ما بالضبط كده هو طبعا فيه عدلة عصرة بين المريء والمعدة العدلة دي في أسفل المريء وظيفة العدلة دي إن هي بتقفل خالص على المعدة بعد إفراز الحمد عشان تخلي الحمد موجود جوه المعدة ما يطلعش للمريء مع التهاب المعدة ومع العامل الكتير المؤسرة اللي بتعمل قرحة المعدة العدلة دي بتضعف يبدأ يحسنوا من ارتجاع لحمد المعدة من المعدة للمريء في عكس اتجاهه الطبيعي يبدأ ما يلي يشتكي من أعراض الارتجاع الجرد في صورة حرقان بعد الأكل خصوصا لو مريد نام على ظهره أو نام على طول بعد الأكل أكلات معينة طبعا بتزود الارتجاع طبعا علاقة وثيقة جدا بين الارتجاع والتهاب المعدة والارتجاع أحيانا كمان في فترات يعني لو تساب فترات طغيرة ما تعليقش بيعمل حاجات تانية زي التحور في خلايا الموجودة في المريء اللي هو ما يسمى بالبرد مرض برد هو مش منتشر قوي فينا كشرقيين بس موجود أكتر في الغرب يعني الاستعداد جيني عنده بس طبعا ما فيش كلام لده ممكن يؤدي أحيانا للبرد وده حلاء مصر طيلة طبعا مصر طيلة قبل حدوث سرطان المريء هروح أسمحك أبو العريف ليه أبو العريف؟ لأنه قرحة المعدة واحد من الأمراض اللي الناس بتفتي فيها قعدة في مكتب أنا باخد ده المعدتي المعدتي بتوجعني خد ده يا باشا ده الأرصب فهسمحك أبو العريف عشان نكمل حوارنا الممتع جدا والأسف أبو العريف بيمدي إيده في المهدى أكتر ما بيمدي إيده في أي حاجة تانية في الدنيا تعالوا نشوف مع بعض يا باشا مع احترامي لحضرتك واحترامي لسيادتك مشاكل المعدة كلها مقدور عليها ارتجاع حموضة قرحة معده كفة شئ في المعدة مقدور عليه قرحة المعدة فورجزومبل ديتها فصين توم على الريق مع عصير جزر لو وظبت عليهم المعدة تلم وترجع آخر حلاوة عايز تأويها فكر شحات أبو كف لما كان بيضرب البيض ويشربه ني مع اللبن أو ده أحسن حاجة تأوي جدار المعدة أهم حاجة بس لو سجاير أهاوي مسبك شطة سمين ولا زي منه بلاش عريق موضوع قرحة المعدة ده بقول لسيادتك يتلم في البيت كده خفافي لا عاوز دكاترة ولا مشاوير بقول لك يا بيشا أقراص التوم اللي بتتباع في الصيدليات والسوبر ماركت تنفع بديل للتوم الحقيقي يعني لو الواحد خدها عريق تعالي قرحة المعدة برضو ولا إيه ولسيادتكم جزيل الشكر طبعا يعني تسمع ده قبل عريق مرتين في اليوم يجي لك ضغط على طول طيب الرجل اللي خرب تخطيف كبير جدا جدا لأنه على فكرة كتير من المشاكل المعدة ومشاكل الجلز الهضمي بيعالجوها النصابين والمشاوزين للنوايد طبعا خطر جدا طبعا منتهى الخطورة زي بقول لحراتك ممكن أعراض زبحة القلب أو جلطة القلب تتشابه مع أعراض المعدة وشوفنا ناس كتير فقرت حياتها بسبب كده والتوم والحاجات دي كلها ما بتعليقش ده خالص اه خالص طوم إيه بس خالص أسئلة سريعة تعالوا نشوف الأسئلة السريعة السؤال الأول الاستمرار على أدوية المعدة فترة طويلة تسبب مشاكل في العظم ده معتقد مشهور جدا الحقيقة هو معتقد مصبوط لأنه بتعمل مع الوقت نوع من الهشاشة بتقلم صاص الكالسيوم واستعمالها على المدى الطويل طبعا ممكن يعملها شاشة بس بتكلم على long run يعني عن المدى الطويل شهور أو سنين احنا بتكلم على أدوية الحموضة أدوية الحموضة طبعا أنتسد طبعا طبعا بتأثر عنصاص الكالسيوم في المعدة فطبعا مهم قوي نحن ما ناخدش فترات طويلة من نفسنا وخلاص طالما ما فيش تحسن لازم نشوف الطبيب المعالج اللي جاي ده سؤال مهم جدا استعمال المسكنات لفترات طويلة يؤدي إلى احتمال الإصابة بقرحة المعدة ما فيش كلام المسكنات بتأثر على مادة أساسية في تكوين الطبع المخاطية المبطنة والحامية لإجدار المعدة المادة الأراكيدونيك أسيد بتمنع تكوينها مع المادة دي للأسف بيحصل خلل في الطبع المخاطية المبطنة لإجدار المعدة وحاجات تانية مواد اسمها البروستاج لندنز المهم إن هي بتمنع تكوين المخاط في المنطقة دي وتعمل طبعا إصابة بقرحة المعدة وبنشوفها كتابعا في المرضى اللي بيمشوا على مسكنات موضة طويلة وفترات طويلة بدون أي إشراف طبي السؤال اللي جاي ده أهم السؤال في الحلقة تعالوا نشوف السؤال الجادة إمتى بقى مريض قرحة المعدة يجري على طوارق في المستشفى اللي هي الحاجة اللي نقول ده دي ريت فلاج مخيف بالنسبة لقرحة المعدة طبعا السؤال ده مهم جدا مريض قرحة المعدة اللي شاكي طول الوقت من ألم في معادته بياخد أدوية من الصيدلية أو من نفسه ويبدأ يحس إن فيه قيق دموي أو تغيير لون البراز لون الأسود طبعا يتوجه لقرب مستشفى أو حدوث ألم غير طبيعي في البطن ألم مش معتاد ده ممكن يكون علامة لحدوث اختراق أو ثقب في الغشاء البريطوني برضو لازم يتوجه لقرب مستشفى دي من الحاجات الأساسية اللي لازم مريض قرحة المعدة يتوجه لقرب مستشفى بدون تأخير لأنه فعلا الوقت بيفرم معا طب عايزيني لما بقى للناس الأخطاء الأكثر شهرة اللي حدوث بتشوفها في حياتك العملية اللي الناس بتعمل فيها مع قرحة المعدة أو مع المعدة أمو من أكثر الأخطاء شهرة طبعا إن مريض قرحة المعدة يأكل مرة واحدة واقبة واحدة في اليوم دي من أسوأ الحاجات اللي ممكن المريض يعملها في معدته حقيقة النقطة التانية أخذ الأدوية بالنفسه أو بدون إشراف طبي لمدة طويلة بدون أي تحسن وهو برضو مريض عمال بيأخذ خصوصا الأدوية اللي هي الأنتاسيز اللي هي بتريح موقت كده ويرتح بعدها ساعة و ساعتين ومرضة الحموضة دي ومرضة الحموضة طبعا دي من أسوأ الأخطاء اللي بتحصل برضو من أسوأ الأخطاء اللي بتحصل المريض اللي هو بيشتكي من ألم حاد ومفاجئ في المعدة ويتوجه للصيدلية وياخد حاجة مسكنة ومرضة يكون أساسا زبحة أو جلطة في القلب أو اختراق في الجدار المعدة أو اختراق في الجدار المعدة اللي هو مريض مزمن معدة إذن تظل قرحة المعدة واحدة من الأمراض التي يقال أنها مظلومة بشكل كبير جدا مظلومة في التعامل مظلومة في السعي للمريض نحو المنظومة الطبية مظلومة في المتابعة دي نقطة مهمة جدا أن المريض بيأخد العلاج وبعدين يتسترح شوية فما يجيش تاني مايتابعش طبعا مظلومة جدا في النقطة دي كرحة المعدة من الحاجات الأساسية والأمراض الخطيرة المهمة جدا يعني كفاية أنها ممكن لو تثابت ومات على الجدشي وأهمل فيها أنها تتحول من قرحة حميدة ممكن ألاجها لقرحة خبيثة أحيانا ما بنقدرش نعالجها وخصوصا لو قعدت وتشخصت متأخر أنت شرفتني ونورتني بس قبل ما مشي قولي بقى أكل 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 العدو لقرحة المعدة والأكل الصديق عشان الناس مستنيني السؤال ده طبعا الأكل الصديق هو الأكل المسلوق أو اللي هو بنسميه ني نيف ني زي ما بيقولوا ده طبعا هو ده الأكل الصديق للمعدة ونتاخد واجبات أربع وخمس مرات في اليوم واجبات قليلة متخطعة آه نقسم واجبات والأكل العدو الوجبة الوحدة الرئيسية أو لو فيه شطة ده أني جعان طول اليوم وأجي في الليل أروح داخل على الأكل مرة واحدة بالضبط ده خطر جدا أو طبعا لو الحاجات الحريفة الشطة والتوابل والبهارات أكل الهندي الأكل الهندي بالضبط ده خطر جدا بالضبط والأكل اللي فيه سمن كتير أكثر من اللازم أو مقلي بالزيت كتير طبعا ده الأكل العدو للمعدة أنا عارف أنت بتقولوهي دلوقت دورت وشرفت وأبدعت يا ربنا خلي حضرتك ده أشرف لي ده سعيد أشرف لي أنا أقابل حضرتك أنا بحب دايما اللقاء الأكاديمي بيبقى اللقاء ممتع جدا اللقاء علم غزير اللقاء واضح جدا المعالم بب أنا عارف بالضبط إحنا ماشيين إزاي صفحات الكتاب بتتقلب بشكل فيه انسيابية كبيرة جدا كالعادة مش أي حد يتكلم عن قرحة المادة لازم يكون أكاديمي لأنه هذه من الحالات المرضية اللي تحتاج إلى أكاديميين في علاجها مش أي حد أكاديميين يعني يعني ناس متخصصة في المجال ده لأنه مش أي حد يعرف يتعامل مع التركيبة الخاصة بالشكل الدوائي للمريض لأن دي كل مريض له تركيبة دوائية خاصة به تيلور تيرابي له أسلوب علاجي فيه أدوية آه فيه أدوية لأ بنراعي أنت سنك كبير سنك صغير عندك أمراض أخرى فيه تدخلات دوائية مهمة جدا مضادات حيوية الهيستوري مهمة جدا جدا هو بيتخذ للمريض المعدة عشان نعرف الأدوية اللي أنت بتاخدها إيه عشان ما تتدخلش مع أدوية أنا بديها لعلاج قرحة المعدة ضيف العزيزة القمة الألمية المتميزة الأستاذ الدكتور يوسف بوتروس إسحاق مدرس أمراض الباطنة بكلية الطب بني سويف وعضو الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي استشاري مناظير الجهاز الهضمي كلية الطب بني سويف الاسم القدير نورت وشرفت الدكتور أنا أشكر لحضرتك ومدسي خالص لحضرتك وإن حاجة أحتيلي الفرصة أنا أقابل حضرتك المعدة والسادة المشاهدة نشرف لينا نسي وننتظر بقى الجهاز الهضم كله عايزين نشوف البنكرياس عايزين نشوف يعني إحنا أخذنا النهاردة خرحت لإسنا عشر بس عايزين نتكلم عليها عايزين نشوف المال عبزور بشان صندرو إن شاء الله المشاكل الامتصاص دي لأن دي مشاكل عنيفة جدا 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 وناس ما بتاخدش بالها منها الكبد ومشاكله طبعا جهاز الهضم كله للأسف مصنوب في مصر نحي للأسف الجهاز الهضم نحي بتعملوه كأنه جهاز العروسين بإمال شديد جدا خليكم دهما مع دكتور